انهارت مشاورات جنيف ماطل الحوثيون ورهانوا حضورهم بنقل قياداتهم الجريحة إلى خارج البلاد للعلاج المبعوث الأممي رغم ذلك تحدث عن كل شيء إلا أن يدين وفد الميليشيا بإفشال المشاورات خسر غريفيث سباقه وحمل عثرته الأولى وخيبة أمل كبيرة لليمنيين بإيقاف الحرب والبحث عن مخرج للسلام وبدلا من إعلان فشله تحدث المبعوث عن مشاورات ناجحة لكن من طرف واحد وهي تلك التي أجراها مع الوفد الحكومي اليمني غير أن وزير الخارجية خالد اليمني رئيس الوفد الحكومي اتهم المبعوث الأممي أنه لم يكن حازما مع الحوثيين بما يكفي وأنا أرى أيها السادة أن تصريحات المبعوث الخاص التي أدلى بها للتو كانت مع الأسف تعمل على ترضية الجانب الإنقلابي والتماس جميع الأعذار له فيما كانت تصريحاته التصريحات السيد مارتين غريفيث معنا ومع بقية الشركاء تعبر عن عدم الرضا لهذا السلوك غير المبرر لا جديد في موقف الميليشيات المتصلب من أي مشاورات أو حلول تنهي الصراع في اليمن وهو الأمر الذي يضعهم مجددا في مواجهة شعب أنهكته الحرب الجديد أن الأمم المتحدة باتت تنظر إلى الملف اليمني بمعزل عن استحقاقات السلام الدائم فالملف اليمني بات خارج دائرة الاهتمام الأممي وباتت الحوارات تدور حول حلول جزئية لمشكلة كبيرة بحجم مأساة شعب الضبابية الأممية في تسمية معرقل المشاورات تطلق الشكوك حول سلامة الموقف الأممي من الأزمة اليمنية وتؤكد أن الأزمة اليمنية باتت أزمة هامشية رغم كونها أم الأزمات الإنسانية والسياسية